السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوقات حد يقولك البيت ده مسكون او العمارة دي مسكونة وبنسمع قصص كتير عن البيوت المسكونة زي حاجات بتختفي وحاجات غريبة بتحصل هنتكلم النهاردة عن البيوت المسكونة وهل في فعلا حاجة اسمها بيوت مسكونة وهنتكلم عن الجن عمار البيوت والجن العاشق وهنحكي قصص واقعية حصلت بالفعل اهلا بكم لما ربنا يكرمك وتتجوز ويبقى ليك بيت مستقل احيانا ممكن تكرر انك تشتري حيوان اليف زي كطة او كلب عشان يعمل ونس في البيت لكن عمرك تخيلت ان في حاجة تانية ممكن تكون مستنية وجودك في البيت عشان تبتدي تتحرك القصص اللي احكيها قصص واقعية حصلت بالفعل في عام 1962 حصل حاجة غريبة جدا لطفلة مصرية القصة دي انتشرت في مصر كلها وبسبب اللي حصل لها يصيبت الطفلة بحالة من الفزع ويصيبت بحالة عصبية شديدة جدا البنت دي كانت عايشة في بيت مع والدها وممتها في يوم من الايام صحيت البنت من النوم في وقت متأخر بالليل وكانت عطشانة جدا فقالت هتروح المطبخ عشان تشرب وهي في طريقها الى المطبخ شافت باباها قاعد بيتفرج على التلفزيون فقالت له انا دخل اشرب باباها بصلها وما ردش عليها وبعد ما شربت وهي رجع على قودتها عجل تكمل نومها شافت باباها لسه بيتفرج على التلفزيون فقالت تدخل قودت مامتها تتطمن عليها وفجأة تشوف باباها نايم جنب مامتها وصيبت البنت بحالة من الفزع والخوف بعدها البنت حكت اللي حصل ومحد يصدقها القصة التانية حصلت في مصر تحديدا في جزيرة الزمالك فيلا شيكوريل الفيلا كان بيملكها رجل اعمال يهودي كان قاعد في مصر اسمه سلفادور شيكوريل كان بيمتلك محلات ملابس شهيرة جدا في فرنسا ومصر اسمها شيكوريل فيتو اللي حكى القصة دي الدكتورة ميرفا تابعوف اخت الفنان المصري عزة تابعوف قالت ان صاحب الفيلا شيكوريل لقيوم اقتول في الفيلا وبعد فترة والدها اشترى الفيلا وما كانش يعرف ان حد تقتل فيها بتقولوا انهم راحوا سكنوا فيها وكانوا بيشوفوا حاجات غريبة بتحصل في الفيلا لدرجة ان شبح سلفادور شيكوريل ظهر لهم اكتر من مرة وقالت انه ما كانش مؤذي اه اشتروها من الحكومة اه من الحكومة فهي كان بتاعت سلفادور شيكوريل اللي هو صاحب محلات شيكوريل اه فمحنا كناش نعرف بها هو تقتل فيها ومراته وابنه واحد من فوق السطوح وهو بيجيب منجة فيها باته وخالي ده كان وقتها كان عنده 24 سنة وكان بيذاكر في القودة بتاعت والدي اللي هو تقتل فيها سلفادور وقودة والدتي زي من هنا كده مشوار يعني اه فتعب من المذاكرة طف النور وحط رأسه كده على المكتب بس لأ زي اللي البركيبي يطقطق كده وبعدين بيبص جنبه بس لأ واحد يابس زي زي السيس كده وفعنيه حمرة خالص ومسك فنوس هو كان دايما بيطلع بفنوس اه فأمي ده لحة سيسي أول السي كانت في قودة أبويا السي التانية كانت في قودة أمي واقف وكل شعر واقف مترتق أبيض أبيض مش الزيب من الخوف والله قال لها اللي امي هدومك وامش دلوقتي البيت ده مسكون هنروح مكان تاني في مصر وبالتحديد في محافظة الأسكندرية عمارة مشهورة جدا العمارة دي مهجورة ما فيهاش أي حد عمارة رجدي العمارة دي تبنت عام 1961 كان صاحبها رجل يوناني وكان عايش في مصر هو أسرته في يوم من الأيام صاحب العمارة كان راكب مركب في البحر هو وأولاده والمركب غرق بيهم بعدها زوجة الرجل اليوناني فوجت بحاجات بتحصل مش طبعية فباعت العمارة صاحب العمارة الجديد أجر الشقة اللي في الدور الأول للرجل عايش لوحده المهم بعدها حصل حريق كبير في الشقة وتوفى الرجل في نفس الوقت كان فيه طبيب مأجر شقة في الدور التاني عشان يعملها عيادة وبعد افتتاح العيادة بأيام مات الطبيب في حادث سيارة بعض السكان قالوا أنهم كانوا بيشوفوا أساس الشقة مكسر وأوقات كان بيترمي في الشارع وفي بعض الأحيان كانت العمارة بتهتز القصة الأغرب أن أحد سكان العمارة راح جاب شيخ عشان يقرأ قرآن داخل العمارة لما جاب الشيخ وجه اختفى سلم العمارة ومن كتر الأحداث الغريبة والغمضة اللي حصلت داخل العمارة اتقفلت وتركوها للأشباح ومن الوقت ده أصبحت عمارة رجدي من أشهر المباني في محافظة الأسكندرية وصلنا للسؤال المهم هو فيه حاجة بجد اسمها شقة مسكونة فيه ظواهر كتير ممكن تحصل لنا في حياتنا ملهاش أي تفسير وعشان ما نخفش فبنحاول ما نفكرش فيها زي الجسوم اللي ملوش تفسير علمي لغاية دلوقتي بالمناسبة كنا عملنا فيديو عن الجسوم ممكن تدخله وتتفرج عليه وفيه ظاهرة تانية وهي إنك تكون قاعد في بيتك بالليل في وقت متأخر وفجأة تسمع خبط على السقف وممكن تلاقي حاجات بتختفي من البيت وبعد ما بتدور عليها ما تلاقيهاش وفجأة بعد فترة تلاقيها أقولك الأصعب في بعض الناس أوقات بتلاحظ وجود زل أسود أو خيال باللهجة المصرية بيتحرك معاها وبيختفي فجأة فبتضطر ما تفكرش في اللي بيحصل أو تطنش يقال إن كل الظواهر دي بسبب جن موجود في البيت اسمه عمار المكان أو عمار البيت النوع ده من الجن هو أقرب جن للبشر لأنهم بيسكنوا في الأماكن المهجورة والأماكن اللي موجود فيها البشر وبيمرسوا حياتهم بشكل طبيعي بدون ما يقزوا البشر مش بس كده فكرة إخضاع جن عمار المكان للسحر والدجالين منعدمة عشان كده النوع ده من الجن هو الأقرب للبشر لأنهم ما بيحبوش يقزوا البشر لكن للأسف في بعض الحالات ممكن يتحولوا من حالة السكون إلى حالات أخرى زي إننا نشوف زل أو نسمع همسات أو نلاحظ حاجات بتقع من مكانها لوحدها وممكن توصل إلى أزية البشر وصلنا إلى أخطر حالة وهي الجن العاشق فبعد الأحيان بيحصل إن الجن عمار المكان بيعجب بشخص من البشر الموجودين في البيت والإعجاب ده بيكون إعجاب جسدي عشان كده دايما بيتقال بلاش تمشي بدون ملابس في البيت أو بلاش تقف بدون ملابس أمام المراية لأن لو حصل فبيتحول إلى جن عاشق وطبعا للأسف حصل الموضوع ده مع بنات كتير وكانت قصص موجودة على الإنترنت الجن عمار المكان بيكون مرتبط بالمكان اللي عايش فيه زي الأماكن المهجورة والمكابر وأماكن تانية كتير ولما بيجي الإنسان بيبني في نفس المكان ده الجن عمار المكان في الوقت ده بيدافي عن المكان اللي عايش فيه فبيعمل كل اللي قلناه وحاجات تانية مرعبة كتير وده بهدف إجبار البشر على هجر المكان طب إيه الحل؟ في البداية عمار المكان مش أقوياء يعني سهل التغلب عليهم وده عن طريق أكوى سلاح وهو الكرآن الكريم وطبعا مش شرط إننا نسمع أي حاجة مش طبيعية نخاف ونقول إن البيت مسكون لكن لو تكررت إنك تسمع أصوات كتير وتشوف حاجات غريبة داخل بيتك لدرجة إنك ممكن تحلم بيهم هنا لازم وقفة وزي ما قلتلك السلاح هو إن كل أفراد البيت يقرأوا صورة البكرة يوميا في البيت الخلاصة عالم الجن هو عالم موازي ما تستهونش بقدراته لكن الإنسان أقوى بكتير أهم شيء إننا نحافظ على الورد اليومي فهو حسن لكل مؤمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته